لا تزال الضبابية تلف تفاصيل اللقاء السعودي مع نظام الأسد وإن بدت ملامح أولية في البيان الصادر الحذر الذي تطرق لملفات عدة أحد أصعب الملفات التي تؤرق الرياض هو الكيبتاجون المخدر الذي لجأ إليه نظام الأسد لينتشله من عجزه الاقتصادي وحوله لاحقاً إرورقة للضغط بعدما أغرق المنطقة بالمخدرات لكن الجانب الآخر الذي يبدو منطقياً لإعادة الأسد إلى الجامعة العربية بحسب خبراء أمنيين هو الاتفاق مع طهران والتي ساعدت ميليشياتها بشكل كبير في العراق ولبنان وسوريا بإنشاء شبكة مخدرات دولية تعتبر خطراً عالمياً في بقعة جغرافية مهمة كسوريا ويشير مراقبون إلى أن الأسد لطالما لعب على المتناقضات والملفات لإعادة تدوير نظامه والتهرب من محاسبته عن الانتهاكات الجسيمة والمجازر ضد الإنسانية التي ارتكبها في سوريا إضافة إلى ملف تجارة المخدرات بوابته الذهبية لابتزاز الدول المنطقة وتؤكد تقارير دولية أن العواصم العربية المنخرطة في مبادرة التطبيع الجديدة مع النظام السوري تأمل في أن تصبح جزءاً رئيسياً ومؤثراً في سياسات كل من الولايات المتحدة وروسيا عبر احتواء مزدواج للنظامين في سوريا وإيران إضافة لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية بالتعاون مع روسيا بالتوازي مع ذلك تدرك السعودية أن جهودها لن تقود إلى سلام واستقرار أمني في سوريا خصوصاً في ملف المخدرات فسبق أن حاولت في العراق قبل أن تقرر الانسحاب من المشهد لتعود إليه لاحقاً بعد تنفيذ بعض شروطها ومع ذلك ما زالت تسير بسياسة حذرة للغاية لن تختلف في سوريا مع فارق القياس حيث أن الرياضة ودولاً أخرى على قناعة بأن أي خطوة يتم تقديمها للنظام لن تكون مجدية إلا بحال استجابته لشروط مسبقة يعني التزامه فيها نهايته أو إضعافه ترجمة نانسي قنقر